ده كنا بنشوفه لما كنا بنسافر في البعثات بتاعتنا وفي دول أوروبا فرنسا وأسبانيا وسويسرا الناس كانت بتبقى عايزة تسمع كده كأن انت جاي من عند أبوه أو أخوه ممكن يبقى أول مرة شايفك بس انت داخل بالزي الأزهري انت مصري عايز يسمع منك عنده شوق وحنين للوطن دول الأسوياء دول ناس اللي يقوم بهم الوطن والحقيقة كنت بقول لحضرتك أن سيدنا النبي ربا الصحابة على كده ربهم على الدفاع عن الوطن ويشوف صلى الله عليه وسلم ثمرة التربية دي في يوم بدر ويوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهل المدينة بين المسلمين في المدينة الأنصار معاهدة أنهم يدفعوا عنه هو داخل المدينة طيب في خطر جاي على المدينة من بره وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع فكرة الوطن إزاي ما هو اللي علمنا حب الوطن وهو خارج من مكة طبعا والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت ويروح المدينة ويستطن المدينة ويدعي للمدينة بالبركة ويدافع عن المدينة ويجي يوم بدر يقول لهم أشيروا علي أيها الناس احنا الوقت عندنا معركة هندفع فيها عن وطننا نعمل ايه فيقوم سيدنا أبو بكر يتكلم ويقول كلام ينشرح لي صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم سيدنا عمر يتكلم وينشرح صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم المقداد ابن الأسود يتكلم وينشرح صدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل ده مش كفاية هو بيقول لهم أشيروا علي أيها الناس لأن التلاتة اللي تكلموا من مكة جايين من المهاجرين وعايز يسمع أهل المدينة انتوا هتطلعوا رأيهم هاي هنطلع مع بعض اندفع عن الخطر ده ولا لا فاطن لها سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ في التلاتينات يعني شاب لسه هو مات وعنده ستة وتلاتين سنة ولما مات معلوم للناس كلها ان اهتز لموته عرش الرحمن وعنده ستة وتلاتين سنة وفترة إسلامه كانت ست سنوات قد ايه كان عطاؤه لهذا الدين في الست سنوات ده في الست سنوات ده يخلي ايه يعني ايه اللي عمله يخلي عرش الرحمن يهتز فرحا بقدومه فرحا بقدوم روحه إلى الملأ الأعلى يقوله في الموقف ده يا رسول الله وكأنك تقصدنا يعني خلي بالك هو سامع هو بس مش مسد لا سمع النبي وهو بيتكلم وبيطلب المعونة وبيطلب السند وهو من جواه مساند بس ما عندهش حتة أنا هأقول ما هو أتوأقول أنا كذا كذا طالما سيدنا أبو بكر بيتكلم يك فين طالما سيدنا عمر بيتكلم يك فين المقداد يتكلم يك فين لكن لما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز أهل المدينة يتكلمه محتاج دعم صلى الله عليه وسلم محتاج يتقال له احنا معاك احنا في كدفك احنا في ظهرك احنا سند ليك لأنك على الحق فعايز يسمع من أهل المدين قول له انت بتقصدنا رسول الله فاستغرب المفروض بداهة احنا عارفين انك يعني واثق فينا وهو واثق صلى الله عليه وسلم فيهم بس عايز يسمع قالوا يا رسول الله كأنك تقصدنا والله امنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة يا رسول الله لو خط بنا لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لاخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد وانا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء ولعل الله ان يريك منا منا ما تقر به عينك يا رسول الله سر على بركة الله لما اراد الله ويسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ويستضيء وجهه ويستنير وجهه صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الموقف ده اثر تربيته للصحابة على حب الوطن ليه حب الوطن اصلي بدون الوطن ما فيش دين احنا خلينا واقعين مش هنستحضر امثلة من الماضي الحاضر الواقع اللي احنا عايشين فيه الواقع الاليم اللي كل بيتكلم عنه بألم حد شاف وطن بيقعد الوقت ويقوم الوطن الذي يسقط لا تقوم له القائم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اوطاننا امين يا رب لكن الحقيقة الاوطن مستهدفة واللي عايز يعرف يعني ايه وطن يسأل من فقد وطنه عن قيمة الوطن صحيح يسأل ازاي هو بيقدي عبادته يسأل ازاي هو بيقدي دينه يسأل ازاي هو امن على نفسه او امن على عرضه او امن على اولاده او امن على ماله علشان كده الزكرة دي تستحق ان احنا نستنشق فيها روح النصر نملأ بروح النصر دي صدورنا وتكون طاقة نحولها لطاقة عمل وطاقة بناء وطاقة عطاء وطاقة امل المتفائل بيرى في المحنة منحة صحيح يرى في الشدة ان فيه نجا بعدها يرى ان مع الدروس طبعا يرى ان مع الصبر فرجل يرى ان النصر مع الصبر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفكرة انك يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى انك تكون صادق في توكلك على الله عز وجل مع الاخذ بالاسباب التوكل على الله كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وده كان مأمور به من الله سبحانه وتعالى وكان قلبه مفطور على التوكل على الله سبحانه وتعالى والتسليم الكامل لله عز وجل يعني اصر تربية رسول عليه افضل الصلاة والسلام في فكرة الدفاع عن الوطن كان موجود بالفعل في حرب اكتوبر طبعا هو احنا بندفع عن الوطن ليه بندفع لأنها قيمة إنسانية بندفع لأنها ضرورة وطنية بندفع لأنه واجب شرعي بندفع لأنه شفنا القدوة صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بيموت سابعين من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على أعتاب المدينة بيدفعوا عنها ومنهم عمه حمزة كانوا وقفين ليه بيدفعوا عن المدينة حبا في الوطن وحبا في الدين وصيانة للدين زي ما بقول لحضرتك ما هو أنت ما عندكش وطن مش هتعرف تقيم الشعائر بتاعتك ما عندكش وطن مش هتعرف تعمر مش الإعمار ده والبناء ده غاية من غاية الله عز وجل في خلق الخلق ما عندكش انتماء لوطنك ما عندكش انتماء لأي شيء تاني